ولكن الأهم وبيت القصيد هو أنه حليفه المسيحي ما بقى نحن كدبين ما بقى يدعي أنه الأول مسيحيان يبدو من شوية من مؤتمر صحفة شبران باسين هو بعده يدعي أنه الأول مسيحيان ولكن نحن عم نحكي أرقام هلأ لم يعد الأول مسيحيان ما بقى فيه يكون الأول مسيحيان هلأ على الطريقة العونية على الطريقة العونية كل شي ممكن كل منطق ممكن على الطريقة العونية نحن بالأكترية ولكن نحن مش الأكترية هاي دايما مقولة ونحن بالسلطة بس نحن مش كل السلطة وعلى أكيد نحن مش بالدولة على الطريقة العونية أي شي ممكن أي لا منطق أي لا منطق هو ممكن نحن به المنامج طبعا مقارنين نحكي منطق وأرقام المنطق والأرقام بيقولوا أن الطير الوطن الحر تراجع مسيحيا بشكل كبير الأرقام الرسمية الرسمية بتقول أنه التيار الوطن الحر اليوم عنده 17 نايب والقوات اللبنانية عندها 19 نايب بينما بال2018 التيار الوطن الحر كان عنده 22 نايب يعني هي تتراوح بين 20 و 22 البيئر لأنه حسب مين بتحسب إذا هيدعوني أو لا هين بتحسب شامل روكوس أو لا كان عنده بين 20 و 22 والقوات كان عنده 13 يعني أرقام صارخة قدي واضحة هلأ فيها مكنة التيار تزيد نايب سنة من عكار على الليحة وتقلنا أنه مع النايب السنة النواب المسيحية صاروا 18 وأنه النايب السنة بينزاد على أرقام النواب المسيحيين بالمنطقة العونة كل شي معقول بس لهلأ نحن عنا الطائفة المسيحية الشي والطائفة السنية الشي أرقامهم بين حسبوا لحالهم غير الرقم هيدا غير الرقم الإجمالي اللي هو 17 للتيار مقابل 19 القوات تعالوا نشوف أرقام الأصوات المسيحية اللي حصل عليها التيار خلينا ناخد البترون البترون مثلا بال2018 جبران باسيل أخذ 12269 فادي سعد اللي هو مرشح القوات أخذ 9842 اليوم بال2022 غياس ياسبك اللي نجح بالقوات أخذ 11094 صوت جبران باسيل أخذ 8900 صوت يعني مترجع له بأربع تلاف صوت ومتقدم القوات بألفين صوت أو ألف وشوي طب إذا بعقر دار العونية إذا المدينة اللي نبنت عليها كل الحملة الانتخابية اللي جبران باسيل عليها من الحرمين للإنماء بلاد البترون بعيون جبران باسيل إذا بهاي المدينة وإذا بقانون انتخابي إن عمل خصيصا لينجح جبران بهاي المدينة إذا مع كل هيدا إنت طالع بهاي المدينة تاني وفقدت زعامتك عليها إذا بعقر دارك القوات هي الزعيمة عليك شو فيه بعد رمزية أقوى من هيك شو فيه غير البترون غير أرقام رمزية البترون عندك رمزية وأرقام أخرى جزين كلها خسرت كلها كل جزين خسرة رقميا ورمزيا هيدا مشهد مهول أوك غير الرمزية تعو نكتفي بس بالأرقام تعو ناخد غير أرقام شمال الثالثة بس بدي وضح إنه إحنا ما قادرين نفصل كل الأرقام لأنه أصلا منا كلها طالعة الأرقام اللي قادرين نحصل عليها وتأكدنا إنها صحيحة حنعول عليها بشمال الثالثة القوات اللبنانية عندها أربعين ألف صوت التيار الوطن الحر عنده سبعت عشر ألف صوت وأكتريتهم بالحالتين هنا أصوات مسيحية يعني بشمال أكتريت الأصوات هي أصوات مسيحية بس إنه ما الفرق الأرقام تحكي عن حالة خلينا ننتقل إلى دائرة أشوف علي أشوف علي خلينا نقارد بس الصوت التفضيلة مجموعة الأصوات التفضيلية لمرشحي القوات اللبنانية هو 23105 ومجموعة الأصوات التفضيلية للتيار هو 16465 يعني قدي عندك سبعتلاف فرق صوت سبعتلاف أرقام يعني أنا عم بقرأ بس هلأ الأصوات التفضيلية بين الاثنين